وعود مرة أخرى في نشرتنا للخبر الأبرز حيث عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مباحثات قمة مع الملك عبدالفتاح السيسي ملك الأردن وخلال القمة أكد الرئيس السيسي الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الملك عبدالفتاح السيسي بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين عقد جلسة مباحثات رحب خلالها سيد رئيس بأخيه العهل الأردني مؤكداً الحرص على التنصيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة أضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت ترحيب الزعيمين بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة وتأكيد الجانبين لرؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكسف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهل القطاع دون إبطاء وذلك تكسيداً للتوافق الدولي والمتمثلي في قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلاة مع رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني وكذا تأكيد رفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة هذا وقد استعرض الزعيمان جهود البلدين للتوصل مع كافة الأطراف من أجل تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالي غزة وتخفيف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع كما أكد الزعيمان أن أي جهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة يجب أن تستند إلى إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعدلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هذا وقد غادر جلالة ملك الأردن عاقب انتهاء المباحثات